بسم الله الرحمن الرحيم البومبس في منها عدة أنواع زي ما قلنا نبدأ بالنوع الأول وهو الجير بومبس الجير بومبس بتنقسم لنوعين أساسيين External Gear Bump و Internal Gear Bump External Gear Bump يعني الترسين بيعشقوا زي الصورة اللي قدامنا دي بيعشقوا من الخارج السنان بتاعتهم من الخارج بالشكل ده تعشيء خارجي أما الانترنال جير بومبس زي الصورة اللي قدامنا دي بيحصل التعشيء في الداخل يعني ترس داخل ترس يعني فيه ترس داخلي هو اللي هو الدرايف وفيه ترس خارجي في الخارج كده هو الدريفن أو المنقاد زي ما وضحنا من شوية حركة الأسنان هي اللي بتعمل سحب وطرد للفلو نتيجة التعشيء والانفصال فهنا بيحصل انفصال الترس مع هذا الاتجاه فبيحصل ان الزيت بيبدأ يدخل بين الأسنان وهنا بيحصل التقاء بين الأسنان الترس فيحصل ضغط على الزيت بحيث انه يخرج في هذا الاتجاه هنا نفس الكلام في منطقة الانفصال هذه المنطقة بيبدأ يحصل دخول الزيت بين الأسنان بيتم حمل الزيت أو المائع بين الأسنان الترس الصغيرة وأسنان الترس الكبير لما بيجوا يحصل التقاء مرة تانية في هذه النقطة بيحصل طرد للزيت اللي موجود بين الأسنان ويبدأ يمشي في اتجاه الخروج الأكسترنال جير بامب فيها ثلاث أنواع رئيسية سبار جير وهيليكال جير وهيرينبون جير بامب أما الانترنال جير بامب ففيها نوعين كريسنت جير بامب والجيروتور بامب لما نيجي نبص على الأكسترنال جير بامب السبار جير وده التروس بتاعته موجودة بشكل عادي جدا ترسين رئيسي واحد منهم درايف اللي هو بيبقى راكب على الشافت اللي بينقل الحركة والتاني دريفن منقاض يعني بالنسبة للترس الرئيسي والتروس دي بتكون الأسنان بتاعتها عادلة النوع التاني اللي هو الهيليكال جير نفس الفكرة بالزبط ولكن بيحصل وجود ميل فيه التروس الميل ده سببه أو الهدف الأساسي من وجود هذا الميل أن يحصل التعشيق بين التروس بشكل تدريجي في البداية والانفصال بشكل تدريجي وده هيقلل الضوضاء اللي بتنتج من حركة التروس تعشيقها وانفصالها وكمان بيزود المساحة اللي بيتم حمل فيها الزيت يعني الميل بتاع السنة دي بتبديني فوليوم أكبر للزيت اللي بيتم نقله بهذا الترس ولكن التعشيق التدريجي ده بيخلي التعشيق اللي بيحصل على طرف السنة بيبقى فيه ذي سرست فرسة أعلى محملة على طرف السنة في بداية التعشيق وفي نهايته وده بيؤدي إلى أن الباور اللي بتنتج أو الباور اللي بتنقل للمائع ما ينفعش استخدامها مع ضغط عالي لأن الضغط العالي ممكن يقصر الأسنان في هذه الحالة عشان يتفادى هذا الخطأ وفي نفس الوقت يستفيد بزيادة المساحة فبيستخدم النوع اللي هو الهيرينج بون جير في الهيرينج بون جير اللي الترس واخد ميل من الاتجاهين وبالتالي التعشيق بيبقى بيتم المساحة كبيرة للسنة لكن برضو التعشيق بيتم من الطرفين مع بعض وبذلك يتلاشى مشكلة الثراست فورس النوع اللي بعد كده اللي هو الانترنال جير بامب زي ما قلنا فيه الكريسنت جير أو الترنبا الهلالية لأن هنلاحظ وجود هلال أو وجود شكل الهلال قطعة من المعدن على شكل هلال موجودة بين الترسين ودي هي الأساسية فيه منع رجوع الزيت للمدخل فأثناء الحركة يعني هنا بيحصل الدوران مثلا في هذا الاتجاه فهنجد أن الترسين بينفصلوا فبيبدأ الزيت يدخل ويملى منطقة التروس هنا كده وبعد كده بيتحرك هنا فيه زيته هو محمل بين الأسنان بيبدأ يتحرك مع الترس لما بيجي يحصل التعشيق في هذه المنطقة تاني فالأسنان بتضغط على الزيت اللي موجود بينهم ويبدأ الزيت يخرج من المخرج تاني النوع اللي بعد كده اسمه الجيروتور هو نفس الفكرة بالزبط بس مفيش فيه موضوع الهلال ولكن بيتميز أو هذا النوع بتبقى فيه فرق سنة واحدة بين الترس الصغير والترس الكبير يعني لو الترس الصغير عدد الأسنان بتاعته أربع أسنان زي المنظر اللي قدامنا ده فهنلاقي الترس الكبير خمس أسنان فده التعشيق بيتم عند سنة واحدة ده بيقلل طبعا الضوضاء الصوت العالي بتاع البامب كذلك بيبقى مساحة تحميل الزيت بتبقى أكبر من النوع العادي ويبقى الفلوريت في الجيروتور بيبقى أكبر من الكريسنت جير بامب وكذلك الصوت بيبقى أقل طيب أنا عايز أحسب الكمية الزيت اللي بيتم طردها أو بيتم إنتاجها أو مرورها من خلال الجير بامب في اللفة الوحدة الحاجة دي اللي احنا عايزين نحسبها أو هذا الحجم يسمى الديسبلسمنت الإزاحة فالديسبلسمنت بترمزلها بالرمز VD وفي بعض القطب بترمزلها بالرمز D نقدر نعرفها على إنها The Volume Displaced by the Bump Bear Revolution الحجم المزاح بالبامب في اللفة الوحدة ووحدة القياس بتاعتها بتكون متر كيوب Bear Revolution علشان نقدر نحسبها إحنا بنقول إن الزيت بيتم تحميله بين أسنان الترس فلما أجأ أقول فين المساحة اللي هيتم التحميل فيها فهتبقى المناطق اللي هنا اللي هي بين أسنان الترس طيب علشان نحسبها لو إحنا رسمنا الدايرة كده بتاعت الترس ودي الأسنان بالشكل ده فعايزين نحسب المساحة ديت فأنا أقدر أحسبها عن طريق حساب القطر الخارجي المساحة الخارجية على هذا القطر مثلا وليكن الـ D-Out وأطرح منه المساحة على القطر الداخلي اللي هي D-N فيبقى في الحالة دي ممكن أقول Buy على أربعة في D-Out Square ناقص D-N Square كده حسبنا المساحة كلها في الترس الواحد ولكن بدون طرح مساحة الأسنان طيب لو أنا عايز أطرح مساحة الأسنان فالمفروض أضرب في نص يبقى كده أنا حسبت كمية الزيت اللي بيحملها أو المساحة اللي بيتم حمل الزيت فيها في الترس الواحد لو ضربت ده في عرض الترس اللي هو L اللي هي المسافة دي في الحالة دي أبقى جبت الفوليوم اللي بيشيله هذا الترس في اللفة الواحدة بما أن في الجير بامب بيبقى عندنا ترسين فهضرب في اتنين يبقى كده أقدر أقول إن الديسبلسمنت في الجير بامب يمكن حسابها عن طريق القانون باي على أربعة في دي أوت سكوير ناقص دي أين سكوير في الإل حيث إن الدي أوت هي الأوتر ديامتر أوفزا جير والدي أين الإنر ديامتر أوفزا جير أند الإل هي الجير ويتس طبعا الجير بامب بتعتبر في هذه الحالة فكس الديسبلسمنت بامب يعني إيه فكس الديسبلسمنت بامب يعني الإزاحة التي أو الكمية الزيت أو حجم الزيت الذي يتم ضخه من خلال هذا النوع من البامبس سابت ولا يمكن تغييره إلا بتغيير التروس نفسه أما الفاريابل ديسبلسمنت بامب زي ما هنشوف في الأنواع اللي جاية الفاريابل ديسبلسمنت بامب بيمكن التحكم في كمية الزيت اللي بتضخها البامب في اللفة الوحدة أثناء تشغيل البامب يعني قدر أغير الحجم المزاح في اللفة الوحدة والبامب شغالة لكن في الجير بامب لازم يتم تغيير التروس نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر